يعني هذه عملية لم تحدث في السابق مع أي دولة وهي غير قانونية على الإطلاق لكن في الحرب كل شيء يصبح مشروعا هذا ما يحصل الآن العقود التي وقعتها روسيا موسكو مع دول العالم كل العالم بما فيها دول أوروبا تقضي ببيع الغاز لآجال طويلة منذ 2006 حتى 2030 بالدولار أو باليورو بهتين العملتين فقط هذا هو الاتفاق الآن هناك انقلاب يعتبر غير قانوني روسي ضد هذا الموضوع لكن روسيا تحاجج تقول أن الغرب فرض عقوبات من ناحية واحدة ولم يأخذ مصالحنا بعين الاعتبار وبالتالي نحن نقوم بالشيء الذي يضمن قوة العملة الروسية ووقف انهيار هذه العملة هو نوع من الالتفاف على العقوبات الغير مسبوقة تاريخيا من قبل دول الغرب وحلفاء دول الغرب على روسيا من خلال بيع النفط بالروبل الروسي للمحافظة أولا على قيمة الروبل الروسي ثانيا للالتفاف على العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها هذه الدول من خلال فرض أو إجبار هذه الدول على الشراء بنفس العملة التي تحاول خنقها ولكن من الناحية العملية رغم كل العقوبات التي فرضت على روسيا تم استثناء قطاع الطاقة هل يعني هذا أن الدول التي ما زالت حتى اللحظة تدفع للروس مقابل الحصول على مصادر الطاقة ستكون مجبرة منذ بداية الشهر القادم على أن تدفع بالروبل الروسي تحت ضغط الحاجة؟ هذا ما تطلبه روسيا لكن هل ينفذ؟ هذه عملية حقيقة خطيرة تمثل من الخطورة بأنها نوع من الحرب حرب بكل ما تعنيه الكلمة حرب اقتصادية أقصد بمعنى آخر إذا أصرت روسيا على هذه الخطوة فهي تشن حربا حقيقية بالمقابل يبدو أن الرد الغربي جاء واضحا قبل قليل الدول السبع قررت عدم الالتزام بالمنطق الروسي وتقول أن ذلك مخالف للقانون هذا يضع السلطات الروسية بين خيارين أحلاهما مر خيار حفظ ماء الوجه والتراجع عن التعامل بالروبل أو قطع امدادات النفط التي تمثل الشريان الحيوي والوحيد الآن لروسيا بالنسبة للعملة الصعبة لإدخال العملة الصعبة أيضا للمحافظة على توازن الاقتصاد بعد أن خنق كليا الاقتصاد من خلال عقوبات غربية على البنوك على الأغنياء على المصالح على تجميد نصف احتياطات روسيا بأكثر من 345 مليار دولار هذه جمدت أيضا في الغرب إضافة إلى الخنق الاقتصادي المعتمد من قبل حلف الأطلسي دول حلف الأطلسي مجموعة العشرين مجموعة السبع الدول الحليفة لها بما فيها اليابان يبقى أمام روسيا حقيقة يعني هذه عملية انتحارية بالنسبة لروسيا إذا أخذتها يعني كمان يعض بطنه بمعنى آخر هي عملية انتحارية الجهتين بالنسبة لأوروبا والغرب الذي يعتمد بنسبة 40 إلى 55 بالمئة بعض الدول على الغاز والنفط الروسيين هذا أيضا يعتبر انتحارا سيرفع قيمة الطاقة بشكل جنوني ولكن هذه الفكرة الانتحارية التي نتحدث عنها هل يمكن أن تتحول إلى واقع مع السعي طرف اقتصادي كبير آخر وهو الصين لشراء أيضا الطاقة من مصادر مختلفة باليوان الصيني ألا يمكن أن يكون هذان المساران يسيران بشكل متوازي ويمثلا تحديا للولايات المتحدة بالدرجة الأولى قبل غيرها نعم نعم قد يحصل هذا وهذا وارد جدا خاصة أننا مثلا رأينا الخطاب الروسي أو التعاون الروسي الصيني غير مسبوق هو الأعلى في تاريخ العلاقات بين الدولتين وهو مفتوح كما يعني غير محدود بمعنى الاتفاق على كل شيء أيضا لا تخفي العاصمتان أنهما تريدان تغيير أحادية الدولار الذي بات يضر في تستخدمه الولايات المتحدة ودول الغرب لخنق اقتصادات كبرى الصين تخشى أن تفرض عليها عقوبات مماثلة لعقوبات يعني روسيا أيضا هي ضد فكرة العقوبات باعتبارها دائما من جانب الغرب وهي يعني تقول إنها فرضت على الكثير من الدول ودمرت الكثير من الدول وأخذت من جانب واحد وبالتالي من مصلحة روسيا ومن مصلحة الصين الآن وهما قوتان اقتصاديتان هائلتان وأيضا قد تنضم إليهما الهند وهي قوة اقتصادية هائلة أيضا ينظر إلى البرازيل خامس اقتصاد في العالم أيضا كحليف إضافة إلى دول لبريكس وهي 16 دولة منها دول إفريقية هذه الدول أيضا قد تنضم بشكل أو بآخر إلى التكتل الجديد هنا أستاذ أنور هل يمكن أن ينسحب هذا الموضوع مسألة تزديد واردات الغاز الروسي أو صادرات الغاز الروسي أو النفط بالروبل إلى مسألة تزديد الديون الروسية بالروبل أيضا بدل الدولار بفعل العقوبات الحالية؟ نعم هذا سؤال وجيه تماما إذا رضخت الدول الغربية وهذا مستبعد حقيقة إذا رضخت للطلب الروسي فإن الروس سيستخدمون نعم سيلجأون إلى تعويض أو إلى دفع سداد الديون بالعملة الروسية يعني هي لعبة خطيرة جدا هو نوع من الالتفاف على العقوبات الغربية لفرض نوع من إجبار هذه الدول على التحايل على العقوبات مجددا وبالتالي إرخاء القبضة الحديدية من العقوبات على روسيا ولكن أستاذ أنور لماذا تعتبر التزديد بالعملة المحلية نوع من التحايل الغير القانوني ألا تشمل العقود أو تتضمن ما يعرف بفول باك أوبشن والذي يضمن للدولة المدانة بأن تسدد بالعملة المحلية إذا ما عجزت عن التزديد بالدولار هذا الشرط إذا كان موجودا فإنه يحل لروسيا أن تتخذ هذا الإجراء ليست لدينا أخبار مؤكدة ولم تقل روسيا إن لديها ما يؤكد ذلك وأيضا الأوروبيون مثلا رئيس الفرنسي تحدث يوم أمس قال إن العقود واضحة حتى عام 2030 كل هذه العقود هي إما بالدولار أو باليورو لم يقل عن هناك استثناء في حال حدود حرب أو في حال الطوارئ استخدام العملة الوطنية هذا لم يذكر لكن إذا كان مذكورا نعم هذا يعزز من الموقف الروسي طيب على مستوى العقود الدولية التي وقعتها روسيا هناك أكثر من 16 عقد منها 6 فقط تتضمن الدفع بالعملة المحلية ماذا سيفعل الروس بالنسبة للعقود المتبقية وأيضا ما هي خيارات الدائنين في هذه المشكلة إذا كان القانون لا يسمح للروس وهم يريدون أموال ونتحدث عن أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى ركود نعم يعني حقيقة روسيا في موقف صعب جدا أيضا الغرب لا يريد تسهيل المهمة على الأطلاق هم يريدون خنق الاقتصاد الروسي أيضا يقولون يبررون ما يفعلونه بأنهم لا يريدون أن تستفيد روسيا من هذه الأموال في تمويل الحرب وآلة الحرب والأسلحة الروسية التي تستخدم في أوكرانيا هو نوع من إجهاض المسعى الروسي اقتصاديا نعم روسيا حقيقة في وضع صعب الأوروبيون في وضع أكثر أريحية لكن مسألة الغاز والنفط مثلا هناك دول تستطيع أن تفلت منها مثل الولايات المتحدة ومثل بريطانيا هاتان الدولتان يعني لا تعتمدان بشكل كبير على النفط والغاز الروسيين ربما 3% إلى 5% وهي نسبة تستطيع هاتان الدولتان تعويضهما بينما دول أوروبا الشرقية والغربية الكبرى مثل ألمانيا مثل فرنسا مثل إيطاليا إسبانيا هذه الدول حقيقة ستكون كارثة اقتصادية ستدفع التضخم الآن كما نعلم التضخم في العالم وصل إلى أعلى نسبة منذ 30 سنة وأربعين سنة في الولايات المتحدة في بريطانيا فإذا حدثت هذه المشكلة ونفذت الروسيا ما تقول إنه يجب التعامل بالروبل الروسي فإن ذلك سيكون كارثة حقيقية على الاقتصاد الروسي وعلى أوروبا أوروبا الأسعار سترتفع بشكل جنوني أكثر ما هي مرتفعة الآن بشكل أيضا جنوني بالنسبة لروسيا ستتراجع إمدادات العملة الصعبة وهذا أيضا قد يجهد أي مسعى روسي لتحسين الاقتصاد إذن هي نوع حقيقة من الانتحار من الجهتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر